خانيا هناخد بقى الكم.. خلاص هانا ماتش الاهلي والاسمعيل يعني اتكلمنا عنه كتير بقرى الزمالك والبنك الاهلي الزمالك راجع من نشوة كبيرة جدا سواء في افريقيا حتى في الدوري كان كاسبان الاهلي اتنين واحد فعلى المستوى الدوري معنوعات مرتفعة فعلى المستوى الافريق برضى وصل فاينال المدير الفني بقى عنده لعيبة اكتر في الدوري لانه عبدالله السعيد وناصر ماهر واسيف جعفر كانوا موقفين في افريقيا ايه الكلام ده شايف مانتش بكرة ازاي؟ في ظل بس الظروف الصعبة كمان للبنك الاه هي المشكلة تنادي الزمالك دايما على مرة الاسوب نوع ما بيجي من نشوة او بيجي من مكسب كبير هو حد بيجي جميز لانه في اول التمرير لما راجع من الراحة اول حاجة عملها الكلام قاعد معاهم قاللهم الكلام ده يعني بعد مكسب الاهلي تلاقي بتلعب دريمز دريمز زيانا هتعادل دريمز تتعادل تتخلي الموضوع صعب تروح تتسوي منك ثلاثة ممكن تجي تتعادل مع البنك الاهلي يعني اللي هو اول ما يحصل حاجة كويسة بتحس الموضوع بيكبر بصور الراجل قاعد معهم قاللهم افلو الكلفدرالية المدوري لازم نكسب يعني الراجل قاعد معهم معهم الزمالك برضو يشوف ترتيب الجدوى هتلاقيه بعيد الزمالك محتاج مكسب محتاج المكسب طبعا الزمالك فقد نقاط كتيرة جدا في بداية الدوري حظو حلو ان الاهلي بيديلوا هدايا اه وبدر جدا ده لسه الزمالك لعب احنا كنا فقدين الامل لما الاهلي بتدى يديلوا هدايا وخسر فابتدت تقرب تاني وبعدين كسبوا في الدوري الزمالك خسران 18 بونت من 39 يعني هم ولعب 13 ماتش ب39 بونت خسر منهم 18 لسه بدر جدا يعني تهيقلي دي من اعلى الاركام اللي خسر فيها نقطة في الدوري فان الزمالك محتاج اهلي كمان اهلي خسر وخد بالك من 12 ماتش قسرا 16 بونت اه 12 بونت اه 12 بونت اه اه يعني هي النقطة نزمالك محتاج المكسب بشكل كبير بس النقطة الاهم البنك الاهلي وارب البنك الاهلي اذا خسر مغاردي هيعاني تاني لان انت 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 الفرق انت سابق عدد من الفرق في عدد ماتشات النقطة التانية سابقهم بالنقاط بس النقطة قريبة قريبة انت بتكلم ست نقطة بينك وبين الملاكزين الـ 18 تحت 13 فارق اه فاللي هو ولسه بدري يعني انت بتكلم ولسه بدري على الدوري وبعدين في ماتشات معينة كده يعني ممكن تخسرها في اي وقت وخد بالك البنك الاهلي لها ماتش عن فرقه اه وزايد ماتش عن فرقه مع عدد النقاط دي مع مكسابه للاهلي تخيل لو شلت التلات نقطة بتعناد الاهلي اه فهي النقطة يعني دول ما كانوش في الحزبان فادا خدتهم مبارات الزمالك بالنسبة لك مهمة جدا برضو انا انا بشوف البنك الاهلي اهم حاجة ما اخسرتش لان الخسارة اكينك بس هو كابتن ترى مصطفى بلعبة كابتن مباربة فتوحة باستمرار يعني بيفتح الملعب وبيهاجم وابتاع عنده لعبة كويسة طب في وجود بقى ناصر ماهر وفي وجود عبدالله السعيد وفي وجود احمد حمدي وفي وجود زيزو بكرة ومصطفى شارق اللعبة برضو مهارات عالية جدا طريق زكي اه كابتن اشتغلنا في المقصة مع بعض كتير مع طريق ايه هي طريق بيلعب على كل ماتش هو بيفكر زي ما حضرتك قلت دلوقتي فعلا ان انا عشرته كتير هو بيفكر ازاي من نص الملعب دلوقتي في وجود عبدالله وناصر ولو ان اشك لو الراجل بيفكر صح لازم يدي شحاتة يدي احمد حمدي يدي زياد وعبدالله ياخد هو وناصر بس اخر ربع ساعة عشان افرق عشان كمان هو ما عندوش ماتشاة دوري كتير هو عنده ماتشاة او ماتشاة مش زي الاهل الاهل عنده اربعة وخمس ماتشاة قبل الاهل عنده اربعة وزمالك ثلاثة عند الزمالك الفاينال بتاعها بقدر عن فاينال بالزبط فهو لازم يستعين بالناس دي فطارق بيفكر ازاي يتفرج على ماتش الزمالك والاهل وطارق بيحب يتفرج على المشاوات دي وايس عليها فهيلاعب الزمالك مش زي ما الاهل لعبه هتلاقي مالي نص الملعب هتلاقي مقاف في المساحات جامد هيعرف يقفل مفاتيح اللعب زي ما رمى الناس على علمها هيرمي على احمد فتوح ناس هيرمي على هي يقايد زيزه شوية فهو هيلعب عليهم بطريقة انا متوقع ان الماتش هيبقى صعبة قوي للزمالك بس الزمالك زي ما انتوا بتقولوا يطلع من ماتش يعني الفريق البطولة او فرق اللي لازم تنافس على طول وتاخد بطولة على طول ما ينفعش سطر ونسيب سطر ما ينفعش ماتش وماتش لا يعني دايما البطل يخسر بونت او بونتنا كابتن او يخسر ماتش بتلاقيه بعدها يعني عشان يخسر نقطة انا عايزه تلات او اربع ماتشات مش ماتش او ماتش او ماتش اتاني اللي زمالك عنده الفاينال يوم اتناشر اللي قالي 18 فهيلعب ماتشات اقل زمالك عنده الماتش البيانك اللي قالي بعدها سموح عرفش الرجل ماتشين بس ماتشين اتنائم سموحة بعدها هيخد سبعة ايام في الفاينال بيدي سبعة ايام قبل الماتش وخصوصا اللي اللي ماتش بتلعب قبل كده مات عندك زيادة مهو زيادة وش حياتة او احمد حمدي هم اللي بيتاخد بينه اتنين مع دونجا لازم اتنين مع دونجا لازم يكونوا اه وعبدالله ياخد اكابتن هو ناصر بس ربع نصر تاني اهو ناضر بركان مش دريمز صح يعني مش دريمز يعني دريمز برض وفريق ماتش 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 سهل اكابتن تتلعب فرقة متمرسة في افريقيا النادي بركمن الفرق اللي ب stereo تاخدتها قبل كده ومصنف ولعب نهقيات كلما قيت زمالك مكرا من اقرب للبنك اه طبعا بالناشواء اللي عنده اللاي عبالكترك دلوقتي با mintس te لات من احساس yes تب لو اقولنا التشكيل بصرعة ما اعتقاد الزمالك برده با عنده fundamentals يانا عواد في فاتوح نهات شمال بقينهات الواقavant المثلوس وحسام دونجا فنص الملع بو اكابتو individualية الواقش الطبيعي. اه. ممكن بكرة يراح منهم حد يدي زياد او يديش حتى ولا يبدأ. هو الطبيعي لازم يدي زياد تاني. يعني انت اديته فقط اديله تاني. اديله عشان تجاهزه. ولا ممكن ابدأ بالتلاتة دول وبعد ادي زياد شغط تاني مثلا. لو انا كذبان بتاع. انا بشوف مطش بالنسبة لك. ابدأ بزياد وحط مع عبدالله او ناصر. انت اصلا بتلاعب عبدالله تاني في نص الملعب يعني. انا ما بشوفهاش دي هتبت. انت فراج زيادة عشان نهضة بركان. اه طبع عشان تجاهز. ممكن اعنى مش حتى لا. لان الزياد مهام والدفاعية اعلى شوية. اعلى مش حتى. اه اعلى مش حتى شوية. فهو في نقطة بركان هيبعايز يقفل شوية نص الملعب. ام. مع احمد حمد تالت. ممكن يبقى احمد حمد تالت. ده لازم. اه ممكن يلعب شحة تالت. وشحة هياخد مهام بقى زي امام عشور كده المهام اللي هو اللي بيه اللي بيزيد. اعتقد بكرة ان هو جنب نبيل دونجاشوت عبدالله وشوت ناصر. وجنب ايه شوت شح انت داخل على بطولة افريق. بكرة تشوف تقول شباني النادت بركانة هيلعب دونجا وزياد وشحة. تالتة دول دونجا وزياد وشحة. وشحة هو اللي يتقدم شوية. اللي يتقدم شوية. طيب انت متوقع بكرة الزمالك هيكسب? لأ التعادل. تعادل. لأ بكرة الزمالك هيكسب. هيكسب اتنين واحد تالتة اتنين. انا خلص. كابتن ساد معاود شرفتان ونورتان. شبك الاسبوع الجان شوية. شعلا. كابتن عبدالجريل شرفتان ونورتان. شكرا كالفضل إن شاء الله إحنا كده وصلنا لنقات حلقة النهاردة بكرة إن شاء الله في تمام 11 مساء الحلقة جديدة من بوكس تو بوكس إلى اللقاء